السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا محل الشيط الاولاني من شطر اثنين في مادة الالكتريكا الماشية. فالمسألة الاولانية اللي عندها حضرتك مدن حضرتك اثنين وعشرين كيلو فولت. اثنين وعشرين فيه اثنين وعشرين لالفين ومتاني. بقى هو شغال اثنين وعشرين كيلو فولت واليامة التانية بتاعت السكندري الفين ومتاني فولت. وخمسمائة كيلو فولت امبير دي الاس بتاعت الترانسفورما بتاعتك. شغال على الوضع الاستبدون يعني هو بينزل من الاثنين وعشرين كيلو لالفين ومتاني. افزا ريس الان تقول فلاكس اسكزال فاي ماكس بتاعت حضرتك طلع معاك ستة تمانية. تلاتة. ماكس. اول حاجة عايزك تجيب الان دي رقم ايه? رقم بي محتاج اللي انت تجيب عايز الفلاكس في الحالة التانية. اللي هو. في المية. عند الفريقونسي قلل بنسبة خمسة في المية. اول حاجة في بيقول انه هو زاد بنسبة اشين في المية. يعني بقى واحد واثنين من عشرة في في الحالة التانية بقى واحد واثنين من عشرة من في فى الحالة الوين. عايز بعد كده يقول بقى عبار عن معنى ان هو بعبارة عن اف واحد ناقص. خمسة من مية من اف واحد. فات GI عند حاضرتك هو عبارة عن خمسة وتسيئين من مية. اف واحد. وده اللي انا قلتها على طول. في فرق ما بين وفيه تو. لو قال خمسة في المية فابقل اف اتنين هو عبارة عن خمسة من مية. من اف واحد.vin دي جريز دي باي يبقى هي عبار عن خمسة وتسعين من مية من اف واحد فتعال واحدة واحدة كده نتشوف هنحلها ازاي. هو عايز عند حضرتك ييب الان اس فانت مفيش اي مشاكل خالص الان اس من القانون بتاع هتبقى ال اي سكندري مقسومة على اربعة اربعة في الفريقونسي في الفايماكس. ده قانون الانديوز دي مف المتولدة في السكندري هي عبار عن اربعة 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 ان اس في اف في الفايماكس. فانت معك ال اس اللي هي عبار عن الفين ومتين تقسم على اربعة اربعة في الفريقونسي اللي هو من دولك ستين. بتضربه في الفايماكس اللي هو من دولك ستة تمانية تلاتة من عشر تلاف. هيطلع عند حضرتك ان الان سكندري مية واحد وعشرين تر. لو كان طالب الان برايمري كنا نقول ان الان سكندري على الان برايمري بتساوي ال اي سكندري على ال اي برايمري. ال اي سكندري الفين ومتين. الايه برايمري باتنين وعشرين في عشر قس ثلاثة. الان سكندر بمية وواحد وعشرين من هنا يطلع الان برايمري عند حضرتك حوالي الف متين وتسعة تيرن. ده لو كان طالب الان برايمري. بعد كده عايزك تجيب الفاي ماكس في الحالة التانية لما يحصل الكلام ده. تعال نروح نجيب البي برايمري اتنين هو عبارة عن واحد واثنين من عشرة في الاتنين وعشرين كيلو فولت. يطلع تقريبا حوالي ستة وعشرين الف وربعمية فولت. وان الفريقوانسي في الحالة التانية عبارة عن خمسة وتسعين من مية من الستين هيرتز. يطلع عبارة عن خمسة سبعة وخمسين هيرتز. ومن هنا انت عايزت حضرتك تجيب في الحالة التانية تقول الايه برايمري في الحالة التانية اللي هي ستة وعشرين. ويا ربعين على الفريقوانسي في الحالة التانية خمسة وسبعين سبعة وخمسين مضروبة في الاربعة اربعة اربعة مضروبة فيه نوع سا عند حضرتك ده الفريقونسي اربعة 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 انا قاس الانبرايمري لان احتاجناها هنا هو فبقيت عبارة عن الف متين وتسعة من هنا طلع الفايماكس في الحالة التانية وعبارة عن ثمانية ست اتنين برضو من عشر تلاف ويبر لبال مسألة كان ميديك البيرايمري والسكندر يوميديك الفايماكس في الحالة الوانية وكان محتاج الان سكندر روحنا عوالنا في الاندوز طلعنا الاني ساكندري من هنا. وقلت لك بما اني انا عندي قانون معي فهجيب الاني احتاجتها انا في المطلوب اللي بعد كده لان الديتك قال لك كلمة معناها اللي هو فقانون كده 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 كنا نحتاج الاني فجيبناها بقى عند حضرتك الاني ومعاك التردد الجديد ومعاك الجهد الجديد تعرف تجيب الجديد. دي المسألة رقم واحد. المسألة رقم اتنين مسألة سهلة مدى لحضرتك الفين ومعمية متين وخين الفين ومعمية هينزل الى مية وخمستاشر والترانسفورما ومديك الفلاكس بتاعك على الصيع الفاي بتساوي واحد واحد تلاتة من الف صين مية تمانية وتمانين ونص تي ما فيش اي مشاكل. استنتج ده من هنا ان الفاي ماكس بالرقم ده وان الامجا بتساوي الرقم ده. هتجري تجيب التردد تقول لي هو عموه عن مية تمانية وتمانية ونص على اتنين بوي. يطلع مع حضرتك التردد حوالي تارتين هيرتس. ماشي ما فيش اي مشاكل. طب انت دلوقتي عايز برضو عايز انت لو جبت واحدة فيهم على طول التانية بتعمل. هنيجي في قانون ال اربعة 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 في الان برايماري في فريكوانسي في الفاي ماكس. مش معاك كل حالة الفاي ماكس اهي والفريكوانسي اهو. ومعاك الان برايماري محتاجها. والاي برايماري هي الفاي برايماري. فبقى عند حضرتك عبارة عن فاي لان برايماري هي بيت عبارة عن اي برايماري الفين اربعة مية عربعة اربعة في التلاتين في واحد واحد تلاتة من الف لطلع عند حضرتك اللي 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 هيرتسواتي حوالي مية تسعة وخمسين وخمسة واربعائين تاري. عايز انيجيب الانسكندرية ه打بع عبارة عن برايماري بتساوي الاسكندر على اي برايماري. this canilles biciclet á President didiclet مية وخمستاشر على الفين وربعمية بتساوي الان سكندري على مية تسعة وخمسين اربعة خمسة من هنا لان سكندري تطلح حوالي سبعة ستة اربعة تر. ده بالنسبة المسألة الاولية والمسألة التانية كلهم على الانديوز دي ام اف في البرايمري والسكندري وازاي تجيب عدد اللفات او ازاي تجيب الفلاكس في حالة اللي انا عمل تغيير في اي حاجة منهم. نخش على المسألة رقم ثلاثة. المسألة رقم ثلاثة عند حضرتك مديك كورتاي الترانسفورمر ريتد هات كزا فمديك الاس بتاعت الترانسفورمر سبعة وتلاتين ونص كيلو فولت امبير ومديك الترانسفورمر بتاعك الفين وربعمية ليه ربعمية وتمانين فولت وشغالة عند ستين هيرتز والمين كور لينس عند حضرتك طول الكور بتاعك واحد وسبعة مية متر ومديك الكورو سيكشن اريا بتاعت خمسة وتسعين في عشر اسسال برقعة متر تربيه لانه مدعي لك بالسنتيمتر تربيه. ومديك الماجنيتك فيل دين تنستي يعني الاتش مدعي لحضرتك تلتمية اتنين وخمسين امبير ترن على متر. وماكس من فلاكس دينستي مديك البي ماكس حوالي واحد خمسة زير وخمسة تسنو. برضو اول حاجة عايزة لاني برايمر يبكام لاني وبعد كده عايز يجيب عند حضرتك في حالة اللي انت تشتغل على وضع معنا زلك يبا انت في الحالة الاولانية انت شغال على داونا. في الحالة التانية لما جيه يطلب خبالك قال لك انت هتشتغل على نشوف ديها تفرق معنا في الحل ازاي ولو ما كانش اقالك كلمة دية كانت هتحل ازاي. فاول حاجة انت عشان نجيب ديت لازم ان نروح نحط القانون بتاعنا. ان الاي برايمر هو عبار عن اربعة 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 في الان في 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 ماكس. هنلاقي ان انت عذرتك انت عايز تجيب ده. عندك ده وعندك ده. بس معكش بس معك بي ماكس وكروس سيكشن اريا يبقى الخطوة الاولانية هي عبارة عن البي ماكس مضروبة في الاريا. فانت عند حضرتك البي ماكس يا واحد خمسة زير وخمسة تضرب في رقية اللي هي خمسة وتسعين في عشر اسسالي باربعة. يطلع عند حضرتك الفاي ماكس حوالي مية تلاتة واربعين من عشر تلاف وبر. الخطوة اللي بعدها نروح نعوض في القانون ده مع انا كل حاجة نواس نجيب الان بي فتلاقي الان بي طالع عند حضرتك الفين وربعمية تقسم على اربعة 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 في الان الفريقونسي ستين في الفاي ماكس مية تلاتة واربعين من عشر تلاف يطلع حوالي ستمائة وتلاتين تيرن. حضرتك عايز تجيب الان سكندري فتقولي الان سكندري على الان برايمري بيساوي الان سكندري على ايه برايمري. لما انت عند حضرتك معاك الان سكندري معاك الان سكندري عبارة عن ستمائة وتلاتين في الان اللي هو ربعمية وتمانين على الفين ربعمية. يطلع عند حضرتك تقريبا لاني سكندري بمية ستة وعشرين تيرن. يبقى احنا جبنا اول حاجتين. نيجي للمطلوب اللي بعد كده وده الاهم عند حضرتك. ممكن اللي احنا بس نشيل الجزء ده. ونكتب اخر حاجتين. احنا مطلعين الاني بستمية وتلاتين تيرن. ومطلعين الاني سكندري بمية ستة وعشرين تيرن. وعند حضرتك الاتش كانت بتلتمية اتنين وخمسين امبير تيرن على الوبر. والمطلوب اللي بعد كده عايز يجيب الايم. بس خبالك الايم في حالة الستيب اب ترانسفورمر. في الكيس الاولانية انت كان عندك الترانسفورمر بالشكل ده. كان شغال على الستيب دون موت. فكان عند حضرتك الاني بي كان تقريبا ستمية وتلاتين. وكان هنا الاني اس كان مية ستة وعشرين. ده في حالة الستيب الدولة. طبع ما نيجي نشتغل في حالة الستيب اب هنعمل ايه? تقول لي في الستيب اب انت حضرتك بتقلي بالتيرنز ريشيو. فبيبقى الان برايماري بالنسبالك. هو اللي قليل هو اللي مية ستة وعشرين. وان الان سكندري هو اللي هيكون بيساوي ستمية وتلاتين. انت بتقولي الكلام دي يا عباش مهندس. هقول لحضرتك قانون الاتش كان عبارة عن الان برايماري في الاي ام. على ال ال. قلنا ان الجزء المغزول ان هو يعمل كان الاي ام. وبيتضرب في عدد لفات الملف الابتدائي. على الكور لينس. والكور لينس كان متدهولك بواحد وسبعة مية متر. فانت من هنا لان في الحالة التانية هتخدها بكامة هتخدها بمية ستة وعشرين. لو انت خدتها بستمائة وتلاتين كان ايه بتناخدها بالكلام ده لما كان يشيل الكلمة دي. لو شالك كلمة ديت كنت هتخدها بستمائة وتلاتين. ولكن الاي ام ما تكون عبارة عن ال في ال ال على ال ان بي. فانت عدد حضرتك واحد وسبعة من مية في اه ترتمية اتنين وخمسين. هتقسم على ال ال اللي هو مية ستة وعشرين يطلع الاي ام اتنين تسعة تمانية تسعة امبير. خد بالك من الملاحظة دي مهمة جدا جدا جدا. بعد كده ننقل على المسألة رقم اربعة. استكمالا لمسألة رقم اربعة في شيء. ميدا لحضرتك الفين كيلو فولت امبير. الاس بقى الفين كيلو فولت امبير. ومديك اربعة تلاف وتمانمية. على ستمائة فولت. ده بالنسبة لحضرتك بتاعت الترانسفورمر اللي انت شغال عليها. شغال على ستين هرتز. كور طيب ترانسفورمر وبريتك اقت نولود. اول ما تشوف نولود يجي على طول في بالك الجزء بتاع النولود. سوائك او بتتكلم على. الفيزر دا جرون. وشغال في الستيب داون مون تفرق معي. الكلام ده كله مهم لازم ان ندونه بره. ستيب داون يعني الفي برايمري هنا باربعة تلاف وتمانمية. والفي سا كاندري هنا بستمائة فولت. لو كان قال حاجة غير كده او كان قال ستيب هب كان الفي برايمري يبقى بستمائة وكان الفي سا كاندري يبقى باربعة تلاف وتمانمية. وبيديك مجلد جيتان قرنت اللي هو الاي ام عند حضرتك حوالي اتنين في المية من الريتت اتنين على مية من الاي ريتت. ماشي. والكور هازي. والميل لينس بتاع حضرتك ال ال بتاعك تلاتة او خمستاشر من مية متر. وشغال عند بي بتاع حضرتك واحد خمسة وخمسين تسلو. ماجنيتك فيلد انتنستي ال اتش بتاعت حضرتك من تلتمائة وستين امبير ترت عن متر. ديتور ماين. زا ماجنيزيان قرنت. اول حاجة عايزي جيب الاي ام. ماشي. وبعديه. نمبر اف ترنا اف اتش قويل. عايزي جيب ال ان بي وعايزي جيب ال ان اس. اللي بعديه. كور فلاكس. عايزي جيب الفلاكس. اللي بعديه. عايزي جيب الكروس سكشنيري. تعالى نشوف المسألة ديت هنحلها ازاي. اول حاجة بتروح تعملها بما تسمع كلمة نولود. تروح كاتب الايكوفلانت سيركت. وتروح عامل الفيزروداجرام بتاعك عشان نشوفها نمشي ازاي. فانت عندي حضرتك هنا الفي تي اللي هي بتساوي. بنوصلها بالدايرة بتاعتك. في حالة النولود. بيبقى عند حضرتك المسؤول عن ويبقى حضرتك الاكس ام او الجي اكس ام. واللي ماشي هنا جلام سليم وجميل. واللي ماشي هنا الاي اف اي. واللي ماشي هنا الاي ام. دلوقتي بيقولك الاي ام هو عبارة عن اتنين عالمية من الاي ريتد. هو اي الاي ريتد عند حضرتك؟ احنا عندنا كم طيار. هو مجرد ما قال نولود يبقى انت عند حضرتك الاي سكندر بيساوي زيرو. كده ما بقاش عند حضرتك غير اللي انت تجيب الاي براي مري. هو ده اللي موجود عند حضرتك. فبتقول يبقى انت شغال في اليمة اللي هي الجهد العالي. اللي هو الدايرة دية. ان انت عايز تجيب الاي ريتد. فاي اي ريتد هو عبارة عن الاس اللي هي القبير انطبار مقسوم على الجهد بتاع حضرتك اللي هو الفي. في الهاي سايد. فانت عند حضرتك الاس اللي هي الفين في عشرة اس تلاتة. اما نقسم على الفي هاي سايد اللي هي الاربعة تلاف وتمانمية. فطلع لك الطيار الريتد في الهاي سايد. تما انت جبت الطيار الريتد. عايزين نجيب عند حضرتك. الطيار الريتد ده عشان تبقى فاهم هو الطيار في حالة ان الترانسفورمر يباشنقال البرايمر هيتسحب منه طيار بالشكل ده. اما انت عند حضرتك لو الترانسفورمر مش شغال خالص يعني انت فاتح دايرة بتاعت كمان البرايمري فالاي ريتد بتساوي زيرو. اما بمجرد ما هو قال كلمة نولوت فالاي ساكندري بيساوي زيرو. لكن الريتد ده معنى ذلك اللي انت بتحسب الطيار وكأن الترانسفورمر متحمل عليه من اليمة التانية وساحة الطيار من دارة البرايمر. فبتبقى لس مقسومة على انت جبت من هنا تعرف تجيب منه اللي هو عبارة عن اتنين على مية من ربعمية وستاشر ست ست سبعة فيطلع عبارة عن تمانية تلاتة تلاتة انت جبت عايز حضرتك تجيب اه اول حاجة كان عايز يجيبها الاي ام. ماشي جيبنا الاي ام. بعد كده عايزك تجيب اللفات في كل كل قيل وبعد كده عايزك تجيب الموضوع ده. تعال نشوف احنا هنفكر ازاي. دلوقت عايز نجيب الان بي والان اس. السكة بتاعت اللي احنا نروح نعود في القانون اللي هو اربعة 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 ان في في فيها مشكلة. لانا عايز اجيب الفاي ماكس وعايز اجيب ان في نفس الموضوع. فالسكة دي صعبة. دلوقت انا معا الاي ام والراجل مديني مش نقدر نقول ان الان بي في الاي ام. مقسو مع ال فى ان ل ومعاها ال ال ومعا ال اتش ومعاها الاي ام. من هنا نقدر نجيب الان بي بكل سهولة فتطلع عند حضرتك ان عدد الملفات في الملف الابتدائي حوالي مية ستة وثلاتين وتمانية من مية تر. بعد كده تقول لي بقى الان بي عليه70 بيساوي ال이었 بي ساوي عليه أس معاجة ده ومعاجة ده. ومعاجة ده تعريف تجيب الان بكل سهولة تطلع حوالي سبعتاشر طبعا لازم الان بي بكبر من الان انك شغال على داوي طيب انت جبت الان اس والان بي محتاجة تجيب خلاص الفاي سهلة اللي انت تجيبها عن طريق اللي انت تعوض في اي قانون من دول كان ممكن نعوض في دي من الاول لو كان مدين الاريا لو كانت ده الاريا كنت معاك البي ومعاك الايه بتعرف ان انت حضرتك تروح تجيب الفاي ومن الفاي نجيب الان بي والان اس لكن معيش الاريا فهو كان طالبها اصلا فساعدت لازم ان اجيب الان وبعد كده اجيب الفاي فلتعال نقول الايه برايمري مثلا 4800 بتساوي الاربعة تلاف وتمنامية بتساوي اربعة 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 في ستين في الان برايمري عند حضرتك مية ستة وتلاتين وتمانية مية في الفاي ماكس جبت الفاي ماكس من هنا تطلع عند حضرتك الفاي ماكس تقريبا حوالي واحد تلاتة اتنين اربعة من عشر تلاف وبر دي الفاي اللي عند حضرتك ناقس نقولي ان الفاي بتساوي بيه في ايه انت عايز تجيب الايه تقولي هي عبارة عن فاي على بيه الفاي انت جبتها والبي بايها خمسة وخمسين في اطلع كروس سيكشن اريا حوالي خمسة وتمانين من الف متر ترابية يتبدأ عند حضرتك الفاي اللي هو المطلوب رقم تلاتة اهو وده المطلوب رقم اربعة والني بي والن اس احنا جبنا كل حاجة خلصة ديت اللي هو ابتدا يلعب فيه ان يشغل اللي هو اتشرف بتاعة حضرتك الاس دي بتستخدمها اللي انت تجيب الطائرات تورلاتية دي اما تجيب والاي في الاي فاللاي اما تجيب الاي في اللو صايد لو احنا روحنا اتجيبنا الاي في اللو صايد في مسألة ناولو دي بơi sided احنا مش فاهمين ان المسألة احنا جبنا الاي فالهاي صايد اللي هو عبارة عن الاس علي vino hart ومنها الاي اander عبارة منه المنو من القانون الكبير. وبعد كده جبناك كروس سكشنري. نروح للمسألة ننتقل للمسألة رقم خمسة. في المسألة رقم خمسة مديك الترانسفورمر بتاعي خمسين كيلو فولت امبير. فدي الاس ممكن احتاجه لو جبناه هاي صايد او لو صايد ريتت. ومديك ربعمائة وتمانين على متين واربعين فولت. ده الترانسفورمر ستين هرتز. وبيقول الحضرتك اللي هو الاي نود هو عبارة عن اتنين ونصف في المية من الريتت كارنت. مفيش اي مشاكل. ومديك ان انت حضرتك الفيز انجل او البار فاكتورس تسعة وسبعين وتمانية من عشر. اول حاجة اول ما تشوف نولود كونديشن يجي في بالك الدايرة المشهورة ان هي عند حضرتك مقامة وملف ومتطبع لهم فارق جهد اللي هو بتاع البرماري. ده الار اف اي. ماشي فيها اي اف اي. والطيار اللي ماشي هنا اللي هو ودي جي اكس ام. وماشي فيها طيار الاي ام. دي مسؤول عن المجنزيشن دي كولوسوس كومبوننت دي. برضو نروح نجيب الاي هاي سايد ريتد. فيطلع عبارة عن خمسين. في عشر وستلاتة تقسم على ربعمائة وتمانين. يطلع مية واربعة ومية ستة وستين امبير. جبت الاي سايد تعرف تجيب الاي او منه هو عبارة عن اتنين ونصف العالمية منه. يطلع الاي او تقريبا اتنين ستة زيرو اربعة واحد امبير. بعد ما انت جبت الاي او معاك كوزين سيتا مش الفيزر دا جرام كان بقولك ان الو تي كده. وده كان الاي ام. وده كان الاي اف اي. وكان الاي او بيطلع هنا. احنا معنا الزاوية ديت. قلت حضرتك ان ان انت في مفتاح كده اللي هو كوزين سيتا ديت كان بتساوي الاي اف اي على الاي او. تم انت معاك الاي او ومعاك السيتا. يبقى انت عارف تجيب الاي اف اي اللي هيطلع تقريبا اربعة ستة واحد واحد امبير. ده انا ماشي ورا المسألة من غير ما عارف وعايز ايه. واول حاجة عايز الاكزايتنج قرنت جبناه. عايز بعد كده اقول لوسوس كومبوننت اه 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 اوف اه اكزايتنج قرنت جبناه الاي اف اي. عايز الماجنشن قرنت الاي ام احنا قلنا ان هو عبارة عن جزر. اتنين ستة زير اربعة واحد اللي هو الاي او التربية. ناقص الاي اف اي تربية. اللي هو اربعة ستة واحد واحد تربية. يطلع عند حضرتك الاي ام تقريبا حوالي اتنين خمسة ستة امبير. هو المتوقع ان دايما بيباريب جدا من القيمة دي. اخر حاجة الراجل عايز عايزك تجيب الكورلوسوس كومبوننت. الكورلوسوس كومبوننت اللي هو عايز يجيب الباور لوسوس. الباور لوسوس لها علاقة بالجزء ده بس. هي اما تقولي اي اف اي. تربية في الار اي اف اي. هي اما تقولي الفي تي في الاي اف اي. انت عندك الفي تي بي ربعمائة وتمانين والاي اف اي جبناها اربعة ستة واحد واحد فتطلع عند حضرتك متين وعشرين وتمانية من عشر. وممكن لو كان طالب بقى المقامة تقولي الار اف اي هتبقى الربعمائة وتمانين على اي اف اي. ولو كان طالب اللي كانت تبقى عبارة عن ربعمائة وتمانين على الاتنين خمسة ستة اللي هو الاي ام وده الاي اف اي. ده لو كان طالبهم. دي بالنسبة للمسألة خمسة اللي عند حضرتك. نستكمل ونحل المسألة رقم ستة وسبعة. اخر مسألتين عند حضرتك فيه الشيت. نيجي للمسألة رقم ستة عند حضرتك مديك سينجير فيز وهي الكول ديستيبيوشن ترانسفورمر. بتاعته الاس بتاعتك بحوالي متين كيلو فولت امبير. وهو شغال على سبعة تلاف ومتين ربعمائة وستين فولت. ستين هيرتس. وكور لوسز بي لوسز. حوالي الف ومية وط. كلام سليم. ومدي لحضرتك ان انت اربعة وسبعين في المية منها هي هي عبارة عن اربعة وسبعين من مية. من بتاعت حضرتك دي. المجنزيشن قرن تم اديك الاي ام. هو عبارة عن واحد ونص عالمية من الاي ريتت. اول حاجة عايزك ترسم الكوفلان سيركت بتاعت النولود كونديشن والفيزول دياجرام. خلاص بقى رسمناه مكتر من مرة. عايز ييح بعد كده. بعد كده عايزك تجيب الاي ام بتساوي ايه. بل مطلوب الاول الاي ام. المطلوب التاني. كور لوسز كومبوننت اقفت زيت انج قرط. عايز عن نولود بار فاكتور. عايزك تجيب البار فاكتور. وبعد كده عايزك تجيب الايدي كورانتولوس. دي المطاليب اللي هو عايزة. تعالى نبتدي واحدة واحدة. مد لحضرتك الاي ام واحد ونص من الاي ريتت. احنا قلنا الاي ريتت. على طول هو الاي ريتت بتاع الاي صيد. في حالة النولود كونديشن هو عبارة عن متين. في عشرة قس تلاتة. هتقسمهم على السبعة تلاف ومتين. هيطلع لحضرتك الاي ريتت حوالي سبعة وعشرين سبعة وسبعين امبير. نروح نجيب الاي ام اللي هو اول مطلوب عند حضرتك تبع عبارة عن واحد ونص عالمية مضروف السبعة وعشرين. سبعة سبعة سبعة. فيطلع الاي ام عبارة عن اربعة واحد ستة ستة امبير. رقم اتنين. ما انت عند حضرتك البيلوسز هي عبارة عن الفي تي مضروبة في الاي اف اي. منها نعرف نجيب الاي اف اي فتبع عبارة عن البيلوسز الف ومية. مقسومة على سبعة تلاف ومتين. فيطلع الاي اف اي تقريبا واحد خمسة اتنين سبعة امبير. مع كل اتنين الاي في والاي ام من برقم تلاتة الاي او سهل بكل بساطة. اي ام تربيع زايد الاي اف اي تربيع. هيطلع الاي او حوالي اربعة اربعة تلاتة سبعة امبير. ودايما هتلاقيه قريب من الاي ام. هو اكبر بس الاي ام قريب منه جدا. خلاص جيبنا ده كله محتاجين نجيب البار فاكتور. احنا قلنا البار فاكتور اللي هو كوزاين سيتا. وكوزاين سيتا من الفيزور دا جرام بيطلع اي اف اي على الاي او. الفيزور دا جرام او الاخر مرة ادي الفي تي. وكان ده بيبقى الاي ام. وده كان بيبقى مع الاي اف اي. وهنا بيبقى الاي او. ودي بالنسبة لك السيتا بتاعة البار فاكتور. فانت معك الاي اف اي ومعك الاي او هتلاع البار فاكتور حوالي تلاتة اربعة 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 لاج. ليه? لان الحمل اللي عند حضرتك ار اي لسيركت. بعد كده عايزك تجيب البي اي. هو انت عند حضرتك الدك معطن البي هستيريسز اربعة وسبعين من مية من البي لوسوس. انت عندك البي كور لوسوس دي عبارة واحد ناس اربعة وسبعين. واحد. موقس. اربعة وسبعين. مضروبة في البيلوسز اللي هي الف ومية. بيساوي البي ايه. يبقى البي ايه تطلع عند حضرتك بتساوي تقريباً متين ستة وتمانين وط. مسألة كويسة نبتدى يدخلك الهيستيريسز والايدي قرم تشوفك انت فاهم ان مجموع الاتنين بيساوي البيلوسز ولا لا. نخش على المسألة الرقم سبعة والمسألة الاخيرة عند حضرتك في الشيد. مدى لحضرتك الهيستيريسز والايدي قرم تلوسز مدهم لك بي كزا وكزا يعني البي اتش بانتين وقمستاشر واط. ومديك البي ايه مية وخمستاشر واط. وشغال عندي ترانسفورمر خمسة وسبعين كيلو فولت امبير. ربعمية وتمانين مية وعشرين فولت ستين هرتز. والمجنزيشن قرنت از حوالي برضو الاي اما وعبارة عن اتنين ونص على مية من الاي ريتت. والترانسفورمر شغال على الستيب اب مود ركز في دي. استيب اب مود. يعني بتاعته هي عبارة عن المية وعشرين فولت وان الفيسا كاندري يعبارة عن ربعمية وتمانين فولت. تمام. ازا فيزر دا جرام والدايرة خلاص على افناء. عايزك تجيب الاي او. اول حاجة نروح نجيبها الاي ريتت. تقول الاي ريتت احنا شغالين على استيب اب. الفي برايمري هنا بمية وعشرين فولت. فتبع عند حضرتك ان انت هيبان تجيب الاي ريتت هتبع موارة عند خمسة وسبعين. في عشر قس تلاتة مقسومة على المية وعشرين. دا الاي ريتت بتاع حضرتك. لما احنا نروح ضربينه في اتنين ونص على مية. يطلع لحضرتك ان المقدار دا كله هو الاي ام. اللي هيطلع الاي ام معاه خمستاشر ستة اتنين خمسة امبير. بس اخد بالك اللي هيكرمك من الحتة دي. الحتة دي مهمة. لانه قال استيب اب فغير لك الدايرة. الهاي سايد بتاعك بقى عبارة عن مية وعشرين فولت. واللو سايد اه يعني الطرف البرايمري بتاعك اللي احنا هنسميه الهاي سايد مية وعشرين فولت. واللو سايد هو اللي بقى ربعمية وتمانين فولت. فمعنى ذلك اللي احنا هنشتغل على الجزء بتاع ال هنا اللي هيبقى متطبق على الدايرة اللي احنا بنرسمها على طول. ده اللي بمية وعشرين. زي ما انا حسبتها هنا بالزبط. خلاص احنا جيبنا الاي ام. معانا ايه تاني? معاك ال بي لوسس كلها. بتقول لي هي عبارة عن بي اتش زائد ال بي اي. اللي هي متين وخمستاشر نجمعها على اه مية وخمستاشر تطلع حوالي تلتمية وتلاتين. هي مش دي بتساوي في الاي اف اي. يبقى الاي اف اي من هنا هي عبارة عن تلتمية وتلاتين على اللي هو اللي هو المية وعشرين. يطلع ان انت حضرتك اتنين سبع خمسة امبير. معاك الطيار ده والطيار ده نجد نجيب الاي او. يبقى جزر الاي اف اي تربيع زائد الاي ام تربيع. يطلع الاي او عند حضرتك خمستاشر تمانية ستة خمسة امبير. خلوز جبنا الاي اكزايت انج القارة انتم محتاجين لي نجيب البر فاكتور قلنا البر فاكتور هو عبارة عن كوزين سيتا. كوزين سيتا عبارة عن اي اف اي اي او. يطلع البر فاكتور حوالي واحد سبع تلاتة تلاتة لك. اخر حاجة الراجل عايز يجيبها عايز يجيب ، عايز يجيب مين؟ يعني عايز يجيب الكيو. الكيو تقدر تقول ان هي الاي ام تربيع مضروبة في الاكس ام. او تقدر تقول اللي هي الاي ام في الفي تي. انت عند حضرتك الاي ام بخمستاشر ستة اتنين خمسة نضربها في الفي تي اللي هي مئة وعشرين تطلع الف تعملومية خمسة وسبعين فار. يبقى انت عند حضرتك لو هو كان طلب بعد كده بقى الاس في النولود يعني ممكن اللي انا اجي اطلب الاس في النولود. بص الرقم ده. هكتب الاس في النولود. ساعدتا كنت هتروح تقول ان هي عبارة عن جزر تربيع زائد الكيو تربيع. الكيو احنا جبناها اللي هي الف تمانية الف تعملومية خمسة وسبعين تربيع زائد البي احنا جبناها اصلا في الاول اللي هي تلتمائة وتلاتين تربيع. ويطلع لحضرتك ده الاس في النولود. يعني هو ممكن يطلب كزا حاجة ممكن يطلب الاس في النولود. احنا على طول بنشتغل على البي بس. المرة دي طلب الكيو. ممكن بعد كده يطلب الاس. دي كل الافكار اللي عند حضرتك الخاصة بالمسائل من واحد لسبعة. ان شاء الله هنزل بقية الشبطة وبقية حل المسائل بازن الله. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انتا وهو مؤمن. فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.